محو الأمية تقبل الانترنت إزاي يقدر يتعامل على الانترنت لأنه هو ده فعلا مش بس المستقبل هو بقى الحاضر وأيضا المستقبل النهاردة معنا مبادرة مهمة جدا 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 قامت بها أحد أكبر الشركات في عالم الكمبيوتر طبعا والاتصالات وتكنولوجيا طبعا هي مايكروسوفت وقدمت مبادرة وهي جات أونلاين إيجبت هنعرف عنها أكتر محو الأمية إلكترونية من خلال دفتنا النهاردة وهي الأستاذة غادة خليفة مديرة مشاريع المسؤولية الاجتماعية بمايكروسوفت مصر صباح الخير صباح النور إزاي حضرتك هل أنا قدمت الموضوع صح ولا في حاجة تمام إيه بقى الموضوع هو الموضوع باختصار شديد إحنا بعد الثورة كان فيه ناس كتير أو يعيزة تعبرنا عن رأيها فكان فيه تشانيلز معنا للناس بتعبر فيها لما تنزل التحرير أو تنزل تلظهر في أي حتة يعني أو أنها تكتب على الفيسبوك وتعبر عن رأيها على الفيسبوك على التويتر أو على السوشال ميديا عموما اللي هي المواقع الاجتماعية لإما أنها تطلع في التلفزيون طبعا اللي بيطلع في التلفزيون فقه محددة جدا وبتعبر عن عراء معينة جدا ومعظم الناس فيه عدد بردك محدود هو اللي بينزل لكن معظم الناس كانت قاعدة في البيت وحسة بنوع من التهميش أو عايزة تعبر عن رأيها ابتدت في فترة معينة تنزل حتى استطلاعات الرأي تنزل على الإنترنت ففيه ناس كتير أوي حست أنها بره الموضوع وهم جزء من المجتمع الناس مثلا الكبار في السن اللي هم ما تعلموش الكمبيوتر وما تعودوش على الكمبيوتر دي لحاجة لقيناه لقينا كتير أوي بيسأل طب نعمل إيه طب مين ممكن يعمل لنا الفئات المهمش لو حديتك ركبت تاكسي لو حديتك رحت حتة زراعية أو حتة ما عندهش أي نوع من الأكسس للكمبيوتر بتلاقي الناس بتقول طب إحنا عايزين نقول رأينا إحنا مش عارفين نقول رأينا فكانت البداية إن إحنا قلنا أهم حاجة إن إحنا نديهم الأداة اللي أمم يعبروا فيها عن رأيه الحاجة التانية إن إحنا لقينا إحنا بنشتغل مع كشركة تكنولوجيا إحنا بنشتغل في بناء قدرات الطلبة في كليات حسابات ومعلومات ولقينا اتجاه من الطلبة إن إحنا عايزة تعمل حاجة كان موظم حاجات اللي أمم بيعملوها ما بيستغلوش العلم اللي أمم أخدوه فكان ممكن أنا يعني ما بعترتش إن هو ينزل ينظف وما بعترتش إن هو ينزل يمحي الأمم العادية ولكن ده واحد البلد علمته وعلمته على مستوى معين وعنده خبرات كتير قوي فكانت هما كانوا عايزين يعملوا حاجة فكانت جاءت الموضوع إن إنتوا عايزين تعملوا حاجة والناس محتاجة حاجة مايكروسوفت هتبقى الوسيط الوسيط اللي يمكنكم منكم تقوموا بالعمل ده فابتدينينا نجيهم تدريب مدربين علشان ينزلوا للناس ويدربوا حقيقة لقينا استجابة عالية جدا لقينا استجابة عالية من ناس ما كناش منتظرين إنها حتى إنها تقبل على الموضوع بعدين الإنترنت مش فقط للمرحلة الحالية أو مش فقط الكمبيوتر للمرحلة الحالية الكمبيوتر زي ما حدرتك قلت في البداية الكمبيوتر هو أساس أي عمل دلوقتي حتى العالم أمل الحرفي في المصانع كتير قوي من المصانع بتعتمد على المكان الحديث كي فيه كتير من عمال ما بيعرفوش يستخدموا المكان الحديث وبالتالي المصانع بتروح تستورد عمال من بلاد تانية من بلاد أسوية مع أنه أنت عندك العامل أنت كل اللي أنت محتاج تجميله أنك أنت تبني قدراته وتبني مهارته وده كان مثلا على سبب من الأسباب اللي خلى وزارة القوى العاملة أنها تتعاون معنا وأنها توفر لنا إماكن للتدريب وقمنا فعلا بتدريب بداية موظفين القوى العاملة نفسهم طيب خلينا نتكلم بشكل أوسع أحنا شايفين هناك صورة المبادرة بدأت إزاي الحملة بدأت إزاي بأني خطوات ومن أني محافظات وبأني ترتيب والعدد أو الدفع الأولى اللي تم تخرجها محوط أمياتها إلكترونيا كام يعني قدرنا تفاصيل بقى أوكي إحنا مبدعيا على أي حاجة بنعملها بنحب نعمل بايلوت صغيرا كده علشان نتاست الدنيا ماشي إزاي تجربة صغيرة تجربة صغيرة عملنا حاجة من غير ما نبقى درسنا كويس مش أطلع نتيجة كويس فأول حاجة عملناها إن إحنا ابتدينى في بولاء والشرابية بالتعاون مع القل عاملة وبالتعاون مع الطلبة في كليات هندسة إن إحنا ابتدينى عملنا التدريب وبتدينى مع فئات عمرية مرتفعة شوية ومعنداش أي فكرة عن الكمبيوتر أوكي فابتدينى إن إحنا نعمل التدريب ده وابتدوا الولاد كمان يعملوا نوع من التوايا بولاء والشرابية ده كانت أول خطوة دي بولاء والشرابية كانت أول خطوة الخطوة الحالية دلوقتي اللي إحنا بنقوم بيها إن إحنا بناخد الموضوع ده وبننشره في المحافظات كلها بس في المحافظات بنتعاون مع الجماعيات الأهلية فإحنا بنبني القدرات بتاع الجماعيات الأهلية بنعشق الجماعيات الأهلية مع خارجين الجماعات أو اللي هو الطلبة في الجماعات في الحاسبات والمعلومات بحيث إن هم يتطوعوا مع الجماعية وتخلي الجماية هي اللي بتدير الموضوع على أساس أننا نقدر ننشره في خلال كل مصر فهي يعني لو بس طلع حضرتك هي مبادرة من الشباب المصري للمجتمع المصري ومايكروسوفت بتقوم بدور الوسيط فيه هايل طيب أنا عايزة أعرف كان رد الفياني يعني إحنا زماننا ما كان بيبقى فيه محول أمية العادية كان سعاب بيبقى فيه مقاومة سعاب بيبقى فيه نعم أنواع السخرية وبعد ما شابوا تدوب كتاب ومش عارف إيه هل ده حضرتكم أو المدربين لحظوه في الشباب أو حتى الكبار دي بلقتي قلت بفئة عمرية كبيرة في بولاء وشرابية هل ده شفتوه؟ خلص هشوفهم المقاومة ولا كان فيه؟ هقول لحضرتك حاجة لطيفة جدا في بعض التدريبات كان في ناس الفئات العمولية بتاعتهم أعلى بكتير من بقيت الناس فيما كانوش أنا أتكلم في ناس كان ستين وسبعين وفي ناس كانت تلاتينات واربينات فهتلاقي إن ستين وسبعين مش مرتاح مش حاسس ببلاك حاسس بإنه هو فيه اختلاف أو هو حاسس إنه هو أقل من التانين حقيقة لا هو مش أقل من التانين هو بس عنده حاجز الخوف الولاد عملوا حاجة لطيفة جدا إن إحنا قلنا ناخد الفئة العمرية الأعلى ونديها تدريب لوحدها وبعدين يدخلوا مع التدريب بالفئات العمرية الأقل اللطيف إنه هو ستين وسبعين تفوق على الفئات العمرية الأقل وطلعوا همم الأوائل بتاعة الكلاسز ودي حاجة رائعة بالعكس وبين بيقبلوا عليها بالشكل بير طبيعي هو حاجز الخوف حضرتك أول ما تقصر حاجز الخوف وده ده اللي بندرب عليه المدرب إزاي إنك إنت تتعامل مع الولاد ما هو ده مع المتدربين سوري ده بالزبط ده الدور بتاعنا إن إحنا نعلم الولاد إزاي إنه همم يدربوا إزاي إنه همم يوصلوا للفئات العمرية المختلفة إيه الطريقة اللي همم يعملوا بها إتصال معها ويشيلوا الموضوع ده الفكرة كلها إن إن الإنترنت مش مجرد وسيلة علشان كمان هو يعبر عن رأيه دي وسيلة للتعليم وسيلة للترفيه حتى الناس الكبار في السن وسيلة للترفيه وسيلة لاتصال مع الناس وبعضاء وسيلة لتخفيض المصاريف حضرتك لو تتصور أنت ممكن تعمل المكالماتك كلها على الإنترنت بري تشيب رخيصة جدا فالإنترنت عالم بحاله لكن العالم ده ما ينفعش يبقى للصف هو بس العالم ده لازم يمثل كله مصر ولازم يكون فيه كل الفئات باختلاف الخلفيات بتاعتها وباختلاف الاقتصاديات بتاعتها سألتك سؤال كنا بنكلم كنا بنقارن نعمل مكارنات بين تونس وبين مصر مؤخرا ورزة الانتخابات والوعي وكده تونس الأمية الإلكترونية فيها أو نسبة مستخدمي الانترنت كانت قبل ثورة تونس كانت 30 حاجة و 30% بعد الثورة وصلت لحاجة و 50% تقريبا مش فاكر الحصائية بالضبط بس في هذا الإطار يعني في هذه الأرقام تقريبا نص الشعب عندنا إحنا كانت قبل الثورة 8%-9% وبعد الثورة وصلت ل 15%-14% طب ليه؟ يعني إحنا ليه برضو عشان العدد أكبر ولا إيه بالضبط؟ هو إحنا العدد أكبر ده أكيد تاني حاجة المستويات التعليم مختلفة شوية بعدين حضرتك تبدين الكلام إن إحنا بنتكلم على محو الأمية وإن عدد نمحة اللي هو الأمية في مصر عالي شوية 40%-40% يعني بص حضرتك كان فيه تقرير لسه مطلعين وقالوا إن إحنا السبعة على العالم في أعلى عشر بلاد أعلى عشر دول من ناحية الأمية ولكن أنا أقول حضرتك حاجة بالضبط ولكن أقول حضرتك بردك حاجة حتى الكمبيوتر إحنا بنتكلم عن الكمبيوتر الكمبيوتر دلوقتي بيستخدم في محو الأمية محو الأمية على إطلاقها وبعدين الكمبيوتر حتى الأمي ممكن يستخدمه هي العملية مش صعبة إلى هذه الدرجة ويعني لما تشوف الطفل اللي عنده 3 سنين الطفل اللي عنده 3 سنين بيقعد على الكمبيوتر وبيشتغل عليه صحيح الفكرة كلها إن الطفل اللي عنده 3 سنين ما بيخافش من حاجة الكبير بيخاف فهو الكمبيوتر في اللحظة اللي إحنا فيها دي أساسي المصر أساسي المصر لأكتر من ناحية كمان التعليم إحنا محتاجين إن إحنا نرفع موصر التعليم محتاجين نرفع التعليم عن بعض والثقافة طبعا ثقافة دي يعني مأساة بالضبط كم إيه عدد المثقفين اللي عندنا حتى من خارجين الجامعات الثقافة زمان كان عند الثقافة اللي هي تليفيزيونية التايكوائي ما يتكوائي دي يعني إنت محتاج ثقافة أكثر عمقا يعني أيام لما هنرجع لألف تسعمائة وسبعة وألف تسعمائة وتسعتاشر الناس اللي ما كانتش تعرف تقرأوا وتكتب كانت المثقافة جدا جدا يعني المثقافة الثقافة كان عندنا في البلد عالي جدا فدلوقتي لما يبقى عندنا عصر في الاتصالات متاحة بجميع أنحاء العالم والكتب والمراجع وكلها متاحة هل ينفع قرن فات لا طبعا طيب خطوات اللي جاية في جات أونلاين إيجبت إيه اللي هيحصل خطة إيه أولا أول دفعة زي ما احنا قلنا كانت إيتي قلت بادته الأول بعينة بالشرابية وبولاء بعد كده بقى وصلنا لإيه وإنه حصل إحلى عينة كانت مية العينة كانت مية كانت مية من مختلف فئات العملية ولا كانت فئات العملية لا مختلف فئات العملية وتم تدريبهم لمدة 48 ساعة إزاي استخداموا الكمبيوتر في منهم محتاج لأكتر من كده 48 ساعة فقط حضرتك يعني يعني محتة أمية إلكترونية 48 ساعة سهلة جدا تعلم الكمبيوتر في 48 ساعة هقول لحضرتك حاجة أسهل وأسهل أوكي في مايكروسوفت عاملة برنامج تدريب على الكمبيوتر تدريب ممكن تعمله شخصي إنك إنت تخش وتعمل محول أمية ده على لوحدك من ببلاش من غير أي حاجة بالعربي أوكي وتاخده 48 ساعة وتمتحن فيه وتاخد منه شهاد طب محنا عايزين نكتب اللينكس تعطي الحاجات يعني لو كان ممكن ده وتغريد معايا نكتب اللينكس للكلام ده على الشاشة عشان أي كده أي حد محتاج دوت يخش على طول على السايتس ويعمل كده لأن مش كل الناس ممكن يكون متوفر لأنه هما يروحوا الكورس وهقول لحدتك حاجة تانية لو اتصلوا بين www.microsoft.com slash digital literacy digital literacy L-I-T-E-R-A-C-Y تمام digital literacy معلش خليكم معايا اكتبوا www.microsoft.com slash digital literacy D-I-G-I-T-E-L literacy L-I-T-R-E صح L-I-T-E-R-A-C-Y وأقول لحدتك حاجة تانية برضك أي حد أي حد عايز copy offline copy printed سواء مبوعة أو سواء في ال-e-learning فورمات اللي هو ممكن يعملوا الوحد أو أي حاجة يبعت لنا إيميل على EgyptCSR at microsoft.com احنا بنزيها at microsoft.com at microsoft.com برضو ياريت لكتب حاجة زي عشاشة يا جماعة EgyptCSR at microsoft.com وأي حد عايز أي جامعية عايزة تدريب مدربين برضك إحنا بنين دي الموضوع دوت ده جزء من المسؤولية الاجتماعية بتاعنا فكل حاجة بتبقى مجانا ما نتخداش أي حاجة في أي حاجة المنهج مع الشركة على طول صح أو مع المؤسس أوكي وإحنا على فكرة عندنا الشباب الشباب ده بيشتغل معنا إحنا بنرعى الشباب في الكليات حاسبات ومعلومات من سنة أولى لحد ما يتخرجوا والغرض من الرعاية ده إن إحنا نجيهم تدريبات بحيث إن إحنا نقفل الفجوة ما بين التعليم العادي أو التعليم الحكومي وإحتاجات سؤال عمل فالولاد أما بيتخرجوا بيبقوا على مستوى عالي جدا ممكن أن أمم يتنفسوا مع أي حد في العالم يعني خلينا أقول بس الحاجة التي تفرح إن الولاد دولت يعني السنة اللي فاتت كانوا في أمريكا بيتنفسوا مع فرق من جميع أنحاء العالم من جميع البلاد المتقدمة مش فقط البلاد النمية أو لا كانوا على نفس المستوى فده الشباب اللي بينزل وده الشباب اللي بيعلم الناس هيا